كرواية صريحة وواضحة فسرت الكفر والارتداد في هذه الروايات قالت ما المراد من الكفر والارتداد في هذه الرواية والغريب أنه نادرا وجدت أنه من عرض ماذا لهذه الرواية هذه الرواية أعزائي وارد في أصول الكافي أعزائي المجلد الخامس عشر صفحة ستمائة وسبعة وستين رقم الرواية أربعمائة وأربعة وخمسين الرواية حميد بن زياد عن الحسن بن محمد الكندي عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن الفضيل عن زرارة السند أعزائي من حيث السند أعزائي صاحب مرآة العقول في المجلد ستة وعشرين صفحة ثلاثمائة وسبعة صفحة ثلاثمائة وستة وعشرين هذه عبارته يقول كالموثق يعني الرواية ماذا موثقة لماذا وذلك باعتبار أن الحسن بن محمد الكندي لم يكن إماميا كان واقفيا فهو ماذا فهو ثقة وليس بعادل في الرواية لا تكون صحيحة ولكن عندما نأتي إلى أعلام آخرين مثل في مشرعة البحار أعزائي مشرعة البحار المجلد الثاني صفحة سبعة وعشرين يقول الصحيحة زرارة شيخ آصف محزن يعبر عنها ماذا صحيحة زرارة تنفي كفر غير معتقدي الإمام إذن يعبر عنها ماذا بالصحيحة والمعتبرة وتعالوا معنا أعزائي أيضا إلى العلامة البهبودي أعزائي العلامة البهبودي في المجلد الثالث من صحيح الكافي صفحة أربعمية واثنيا رقم الرواية أربعة آلاف وأربعمية وسبعة أربعمية وأربعة وخمسين أيضا يجعلها في صحيح الكافي وأنتم تعلمون بأن العلامة البهبودي من هذه الجهة ما هو من هذه الجهة جدا من المتشددين سؤال ما هو مضمون الرواية التفتولي جيدا أعزائي مضمون الرواية دققوا فيها جيدا الرواية عن الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام قال إن الناس لما صنعوا ما صنعوا إذ بايعوا أبا بكر هذا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله لم يمنع أمير المؤمنين من أن يدعو إلى نفسه عندما وجد الإمام أمير المؤمنين هذا السؤال مطروح عزائي وهو أن الإمام أمير المؤمنين عندما وجد بأنه هؤلاء لم يبايعوا الخليفة الشرعي إذن لماذا سكت وصبر عليهم مو فقط سكت وصبر عليهم بل ذهب ماذا وبايعهم كما في رواية صحيحة في هذا النص وكان بيني وبين الله يقول ثم يقول ثم يقول ثم يقول ثم يرفع السيف على عاتقه ويقاتل ماذا لإثبات الحق مولان ليس الإمام الحسين أولى ممن ها من الإمام أمير المؤمنين أليس عندما وجد أن الحق لا يعمل به طلب الإصلاح في أمة جده كان أمير المؤمنين أولى بطلب الإصلاح ماذا في الانحراف الذي وقع بعده رسول الله الإمام الباقر سلام الله عليه يبين ما هو السبب أن الإمام سكت عن ذلك هس بغض النظر أننا نوافق هذا التفسير أو لا طبعا مو أوافق الإمام الباقر ها أوافق هاي الرواية اللي لا أعلم أنها صادرة من الإمام الباقر أو لا ليقولون بكرة السيد يقول عدي رأي في قبال الإمام الباقر لا والله أنا دا أقول هاي الرواية أن السبب المذكور انظروا إلى السبب يقول لم يمنع أمير المؤمنين من أن يدعوا إلى نفسه إلا نظرا للناس خاف على الناس مو خاف على نفسه ولا خاف من القتل أبدا إلا نظرا للناس وتخوفا عليهم أن يرتدوا عن الإسلام فيعبد الأوثان خاف أنه إذا رفع السيف وطالب بحقه أن الناس ماذا ها يرتدون عن الإسلام ماذا تفهم من هذه الجملة عزيزي إذن فعل ما يرتدون عن الإسلام أو لم يرتدوا ها وإلا لو فعل لارتدوا أنتم تعلمون حرف امتناع لامتناع لو فعله ولكن فعله لم يفعل لم يفعل لم يفعل يقول منعه مانعون هذا بعد ذلك التفتوا وَلَا يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَكَانَ الْأَحَبَّ إِلَيْهِ هذه أبدا لا تقرأ على المنابر هذه الرواية مع أنها صحيحة السند عند الجميع وتلك الروايات ما هي ضعيفة السند هذه الرواية ما هي صحيحة السند ولكن لا تقرأ هذا إما لا تقرأ جهلاً وإما لا تقرأ ماذا؟ لحاجة في نفسي عقوب وَكَانَ الْأَحَبَّ إِلَيْهِ أَنْ يُقِرَّهُمْ عَلَى مَا صَنْعُهُ عجيب الأحب إلي أن يقرهم على بيعة أبي بكر هذا بعد هذا النص العبارة أولئك الذين يعتقدون أن روايات الكافي ما هي مصحيحة المحدث الاسترابادي يقول ماذا؟ قطعية الصدور مع علامة المجلسي ماذا يقول؟ ها؟ يقول يجب العمل بها جميعاً ولذا إن شاء الله بعد ذلك في البحار مجلد ثمان وعشرين سوف يحتار يحير فيها العلامة المجلسي ماذا يفعل بها الرواية؟ فيذهب بها يميناً ويساراً لأنه ظاهرة ظاهرة التفت جيداً مقاطعاً وكان الأحب إليه أن يقرهم على ما صنعوا من أن يرتدوا عن جميع الإسلام نعم إذن من الذي هلك في هذه القضية؟ وهو في ماذا؟ في بيعتي أبي بكر وفي بيعتي الخليفة الأول قال وإنما هلك الذين ركبوا ما ركبوا فأما فأما التفت الآن يتضح من الهالك؟ ومن ماذا؟ غير الهالك وأما من لم يصنع ذلك ودخل فيما دخل فيه الناس على غير علم ولا عداوة لأمير المؤمنين فإن ذلك لا يكفره ولا يخرجه من الإسلام بذلك عجيب بعد أوضح وأصرح من هالعبارة يريد أن يقول أولئك الذين علموا أن رسول الله نصب عاليا للإمامة من بعده وخالفوا أولئك الذين هلكوا أما لا عموم الناس الذين لا يعلمون شيئاً وإنما وجدوا أن الجو العام هكذا فصاروا ماذا؟ فصاروا معهم هؤلاء لم يكن عن عداوة ولم يكن عن بغض لأمير المؤمنين ولعل بعضهم لم يعلم بذلك فهؤلاء لا نكفرهم ولا نخرجهم ماذا؟ من الإسلام بينكم وبين الله الآن أنتوا الآن أعزائي طلبة في الحوزات العلمية كل بعضكم عشرين سنة بعضكم مصطعة سنة بعضكم أكثر منهم إلى الآن سامعين هذه الرواية أما كم مر سامعين ارتد الناس إلا عن ثلاث مرة؟ ها؟ كم مر سامعين؟ أنا أتصور ما كن منبر تكلم في هذه القضية إلا وأثبت ماذا؟ ارتدوا إلا ثلاث أما لا يقرأ أحد هذه الرواية الصحيحة المعتبر في روضة الكافي أقرأها مرة أخرى قال فأما من لم يصنع ذلك ودخل في ما دخل فيه الناس عن غير علم ولا عداوة لأمير المؤمنين فإن ذلك لا يكفره يعني لا يجعله كافراً ولا يخرجه من الإسلام وَلِذَلِكَ كَتَمَ عَلِيٌّ أَمْرَهُ يعني إمامة وصن ما بيّنها للناس هو كتم هل سألان مباشرةً مولانا من رح نقرأ هذه الرواية رح تقرأ المواقع وصعوداً ونزولاً الناس لا يعلمون الآخر لا يعلمون لماذا تُعطي حجة بيد أهل السنة؟ يا عزيز وخاذ موجود في تراثنا كما يجب علينا قراءة تلك الروايات يجب علينا ماذا؟ فهم هذه الرواية أمير المؤمنين هو لم يتصدى للدعوة إلى نفسه لماذا؟ للمصالح التي عرفها أصلاً لا نعلم لماذا؟ أصلاً لا نعلم ولكنه ماذا؟ ولكنه كتم لرواية صحيحة معتبرة وبايع مكرهاً حيث لم يجد ماذا؟ أعوانه